موسيقى من قناة الجديد في بيروت مساء الخير ما يعرف عن اتفاق أوسلو أن محمود عباس هو مهندسه وباني عموده الفقري وأبو مازن يدرك أكثر من الشعب الفلسطيني نفسه أن الأسرى الذين ستطلق سراحهم إسرائيل قريبا كانت حريتهم موثقة بالحبر الفلسطيني الإسرائيلي منذ العام 93 في الاتفاقية التي لم تطبق إسرائيل منها بندا واحدا على الرغم من الذل الساكن أوراقها الأسرى المئة وأربعة لهم على إسرائيل عشرين عاما إضافية من الاعتقال وقرار الإفراج عنهم بموجب إعادة استئناف المفاوضات لا يمنح المعتدي صفة حسنية لسيما وأن نتنياه أخضع صفقة إلى شروط التقدم في المفاوضات السلطة الفلسطينية ما كان لها إلا أن ترحب بالصفقة وأن تتلاشى وتفتح ثغرها أمام أول دعوة إسرائيلية إلى التفاوض من دون أن تتقصى عن ظروف اللقاء عن أسراها عن المستوطنات واللاجئين ووضع القدس وحصار غزة وعن ألف وعد قطعته إسرائيل ثم أغارت عليه لا ربيع للفلسطينيين بالتفاوض المغلول بالأصفاد الأمنية والسياسية فيما ربيع الدول العربية تشتاحه النار والفوضى مع تسجيل نهضة ضد النهضة في تونس تمثلت بالربيع النيابي ووصول عدد الأعضاء المستقلين إلى سبعين مستندين إلى تمرد التوقعات التي حصدت أكثر من مليون ومئتي ألف رافض لتشدد الإسلاميين مصريا لم تتبلور بعد خطة تحرك الجيش لإزالة اعتصام رابع العدوية سوى بتقديم بلاغات من سكان المباني المجاورة ضد الإخوان وقد عاد وزير الداخلية التأكيد على أن الاعتصام سيفض وبالطرق القانونية وبالطرق العسكرية تتقدم سوريا على معرضيها مقتربة من نهاية معركة حمص تلك البقعة التي كان لها مخططها وإمدادها من عرسال لبنانية إلى القصير فقلب المدينة المراد لها أن تكون منطقة عازلة وإذا استعاد النظام كامل السيطرة على حمصه تكون ورقة أخرى قد سقطت من المعارضة التي كانت سترفع راية دولتها هناك الجيش الحر والاتلاف الوطني المعارض أعلنا من جهة أخرى الإدانة لمجزرة خان العسل وتبرأ بيان همام من ارتكاب هذه العملية وقال إن هناك مسلحين يرتكبون مجازر لا ينضوون تحت لواء الجيش الحر لكن أين يقع هذا اللواء لكي ينضم إليه المسلحون وهل يقدمون طلبات الانتساب في الفنادق التركية أو الفرنسية التي تأوي المعارضين وقادة ألويتهم العسكرية وإذا لم تكن تلك الجماعات المسلحة منضوية تحت لواء المعارضة فما هي كيننتها بالتحديد وهل تكفي الإدانة لها ليبقى النظام وحده مجرما ومرتكب الآثام حالة المعارضة المتردية تلك لا تسعفها سوى على الإدانة وإطلاق التصريحات وجمع التبرعات لكي تحيا على رزق الشعب السوري أما الثورة فهي تفصيل ثانوي لبنانيا سلام مدون لا يخرقه أي قرار سوى الاتفاق على صيغة التمديد لقائد الجيش بدءا من الغد وما خل ذلك فالفراغ دولة تتمدد إذن وفقت تل أبيب على إطلاق صراحي 104 أسرى فلسطينيين سجنوا قبل أسلوا على دفعات حسب ما أعلنت الحكومة الإسرائيلية وذلك لإظهار حسينية واستئناف المفاوضات من الجانب الفلسطيني في محاولة لتحديد المواقف من المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني برعاية أمريكية والتي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء باعت تل أبيب للفلسطينيين مرة جديدة قرارا قديما على أنه جديد في المبدأ صادقت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن 104 أسرى سياسيين فلسطينيين ممن يصفون بالأسرى القدامى أو أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو أسرى كان قرار الإفراج عنهم قد صدر قبل أوسلو عام 1993 كبادرة حسنينية للمفاوضات صارت المفاوضات يومها ولم يفرج عنهم في القرار الجديد صادق 13 وزيرا على إطلاق صراح الأسرى وعارضه سبعة وأبلغ رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أعضاء الحكومة بأن طاقما برئاسته وعضوية وزيرة القضاء ووزير الأمن ووزير الأمن الداخلي ورئيس جهاز الأمن العام السابق شباك هو الذي سيحدد أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم إن أي قرار للإفراج عن مخربين من مواطني إسرائيل العرب سيطرح على الحكومة وأي استفزاز فلسطيني خلال عملية إطلاق صراحهم سيؤدي إلى وقفها وعلى باب مقر رئاسة الحكومة الإسرائيلية تظاهر عدد من المتشددين الإسرائيليين ضد ما اعتبروه دعما للأياد الملطخة بالدم على المقلب الفلسطيني ترقب وحذر من جانب إسرائيل التي لم تقدم يوما شيئا لصالح الفلسطينيين نتطلع ليس فقط إلى أن تتخذ قرار وإنما أن ينفذ هذا القرار بحذافره وبشكل أمين وما ترفض حركة حماس هو مجددا هو مغايدة موضوع قضية الأسرى بالعودة للمفاوضات أو تمرير المفاوضات بإطلاق صراح بعض الأسرى الفلسطين وأيضا لا يجوز التمييز من قبل السلطة الفلسطينية بين أسير وأسير أما الأمهات فالكل بتنا بالانتظار وإن شاء الله يفرج عليهم كلهيتهم المؤبدات كلهيتهم ويفرج على كل الأسرة وبيض السجون الأسرة وحبين كلهيتهم يطلعوا أسرانا ونحتفل فيهم هذا وقمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رمالة مسيرة مناهضة لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المشاركة بعد أن حاول عنصر في الجيش السوري أن يحاور خصومه العسكريين قتل والجيش السوري يستمر في السيطرة على حي الخالدية في حمص نحن ما نرد من نره نحن معكم نحن لم نره نحن لم نره نظيف نحن بلاه نحن بلاه نتعالوا لعنا نحن بلعنا لقم هكذا أراد هذا الجندي في الجيش السوري محاورة مقاتلي المعارضة في منطقة المليحة في ريف دمشق تاركاً بندقيته قبل أن يقتل بعدها على أيدي من واجههم وفي هذا الوقت يستمر الجيش السوري في السيطرة على حي الخليدية المحورية في مدينة حمص بعد شهر من بدء حملته لاستعادة المعاقل الباقية للمعارضة في ثالث كبرى مدن البلاد وذلك بحسب التلفزيون السوري الذي نقل عن أحد القادة الميدانيين أنه سيتم تحرير الجزء الشمالي من حي الخليدية خلال 48 ساعة بعدما سيطر على 80% من هذا الحي من جهته قلل الائتلاف الوطني المعارض من أهمية التقدم في الخليدية معتبراً في بيان أنه انتصارات وهمية يروج لها نظام المتهالك في غضون ذلك طلب الائتلاف المعارض الأمم المتحدة بالكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه مع النظام حول إجراءات وخطوات التحقيق في استخدام الأسيحة الكيميائية في سوريا بينما أدان الائتلاف الوطني السوري وقيادة أركان الجيش السوري الحر قيام جماعات المسلحة بإعدام ميدني لعشرات الجنود التابعين للجيش السوري معلنة عن تشكيل لجنة تحقيق من حادثة ومؤكدين في بيان إدنتهما المطلقة لكل خرق يطال مثاق جناف بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءه في مصر الإخوان على حالهم في رابع العدوية والأمن على قراره بفضل الاعتصام تحدى أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي التهديدات بفضل اعتصامهم في القاهرة على رغم من سقوط العشرات من القتل في اشتباكات مع قوات الأمن وأكد المحتجون أنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم بعودة مرسي أنا جدت هنا بربع العدوية طارق أولادي وبيتي لأني أدور الحق لأني اكتشفت أن دولة دولة عميقة وفي ظل حال الهدوء الحذر الذي يسيطر على رابع العدوية وسط تعزيزات أمنية مشددة أكدت قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين كانت قد وجهت كلمات للمعتصمين من على منبر الاعتصام أكدت أن الشرطة وقوات الأمن شعرت بتأثير قوات الاعتصام ولذا نفذت عمليات القتل التي وقعت السبت وزير الداخلية محمد إبراهيم أوضح مجددا في كلمة له أن الاعتصام سيتم فضه قريبا وبوسائل وصفها بأنها قانونية إنما تؤكد أن كل رجالها يبزلون الغالي والنفيس من أجل القيام بهمتهم التي كلفهم بها شعب مصر في إطار من المهنية والعقيدة الشرطية ووفق ضوابط القانون إشارة إلى أن سكان قريبين من مسجد رابع العدوية قدموا بلاغات لنيابة العامة المصرية ضد الاعتصام وهو ما سيمنح قوات الأمن غطاء قانونيا لفض هذا الاعتصام ما هو تأثير إغلاق الأنفاق بين قطاع غزة ومصر على الحياة الاقتصادية للقطاع في ظل إغلاق معبر لفح تقليل من غزة للزميل محمد المدهون عام كامل مر على مقتل 16 جنديا مصريا في صحراء سيناء الحادث الذي دشن حملة عسكرية وإعلامية مصرية هي الأشد ضد الأنفاق الممتدة على الحدود مع قطاع غزة التي تعتبر المصدر الأساس لمواد البناء والوقود ومنذ عزل الرئيس ذي الخلفية الإسلامية محمد مرسي اشتد دوران محركات الحفارات والمدرعات المصرية لتواصل هدم ما تبقى من أنفاق وتصادر السلعة في طريقها إليها الحصار زاد بكتير من يوم 15 ستة من يوم ما أعلنوا المصريين حالة الطوارئ الداخلية عندهم صار فيه تخنيك على الأنفاق بزيادة حاصرون بزيادة بطلت الأنفاق تدخل أي حاجة ولو حتى مصمار حديد أغلقت الأنفاق بشكل كامل وظاهر هذا على الأنفاق كلها وزي ما تشايف الأنفاق مسكرة هل الأنفاق بتشكل خطورة فعلا على الأمن القوم المصري هل بتم تهريب مقاتلين زي ما بيقال ولا يتم تهريب أي مقاتلين ولا أسلحة نحن الناس مسالمين كلها من نعيش كلها من لقمة عيشنا البضاعة اللي بنجيبها كلها للحياة لازم لحياتنا الأساسية للبناء للغداء للوقود السيارات اللي بتتحرك ما بنهرب مقاتلين ولا أسلحة زي ما بيقولوا هذا من نسبة للبضائع أما فيما يتعلق بالأفراد فقد منعت حكومة حماس تنقل الأشخاص عبر الأنفاق منذ ما قبل أحداث يونيو بأسبوعين لتتفاد اتهامات جاهزة لها بإرسالها مقاتلين يساندون الإخوان في مواجهتهم مع العسكر بعد مبارك الأوضاع تحسنت لشغل العمال والشغل الأنفاق أما أيام مبارك طبعا كان في حصار شوية لكن كان فيه إنجاز كان فيه شغل وزير الاقتصاد في حكومة غزة قال إن إغلاق الأنفاق كلف نحو 230 مليون دولار ما يعادل عشر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع خسائر مرشحة للتصاعد بقوة ويظل الأسوأ أن هذا الإغلاق يأتي دون المقابل المنتظر وهو فتح المعابر الإسرائيلية وتحمل الاحتلال مسؤولياته كاملة تجاه القطاع لم تنتفي بعد حاجة غزة الماسة للأنفاق لذلك فإن ما يحدث لا يعد كونه تكرارا مملا للعبة القط والفأر التي تشتد وترتخي ما بين الجيش المصري الذي يهدم هذه الأنفاق وأصحابها الذين يعيدون ترميمها ثمت طريقة وحيدة لإنهاء ظاهرة الأنفاق بشكل كلي وهي أن يفتح معبر رفح للبضائع والأفراد بشكل كامل وعلى مدار الساعة وهو أمر لم يتحقق بعد من على الحدود ما بين قطاع غزة ومصر محمد المدهون قناة الجديد المرشحون الذين ربحوا الانتخابات النيابية بالتسكية هم مشروع نائب مشفش النيابة لكنه قرر أن يفرض نفسه نائبا باسم القانون الذي أعطاه هذا الحق كما يرون تحقيق للزميلة نوال بري لمزارعي البندورة قبل ثوارها في مجلس النواب نبأ أنسار لن يهدر محصودكم سدن في أزقة المجلس وعلى سيارات نوابه الذين قرر الشعب ألا يعترف بهم فقد قرر النواب الجدد نعم الجدد بحسب توصيفهم وهم الذين انتخبوا بالتسكية قرروا أن يقتحموا المجلس أو بالأحرى ينقلوه إلى مبنى مجاور وينوبوا عنكم فيه كل شيء لنا حق نحن لنا حق لأنه مكتسب بالقانون ونتعرف هذا الشيء هذا الحق نحافظ عليه وبدنا إياه وبالقوة وما حدا يمنعنا عنه هل هناك كتفوت عباب مجلس النواب؟ لا أريد أن أقرأ المجلس أنا لحام المجلس جنب المجلس لح نعمل مكتب مجلس نواب بعد ما نعله هيد الكتلة الليلمة نحنا في كتير قوانين عم ندرسها لح نقدمها للشعب اللبناني وليح نترك الشعب اللبناني هو يختار تعبير البعد أخدها يمكن بأنه ضحك أنه سوري على الكلمة مستدقين حانوا النواب بالقانون ما في حدا يضحك نحنا سوف نطبق القانون شاء أو أبو اليوم لو أنت نزلت بحرط الزهراني ممكن حيكون مقابل دولة رئيس نبيه بره لا دولة رئيس نبيه بره رئيس مجلس النواب اختاروا النواب كله أن يكون رئيس مجلس في عنا كرسة ثانية خليل جديد عفوا سعادة النائب خليل جديد عاش النيابة عقصولة لبنانية أعرف على حالك لما تخوت عم النائب أنا على الحاجز أعرف حالي نائب نائب عن شعب البناني النائب فلان نحن نجيب لحتى نمر النيابي كمجلس نيابة عنده نمر مجلس نواب نحن عنا نواب بقوة القانون اللي حنحن نحطها مرافعة عنا شباب معنا بالنهاية بتعرف الوضع على البلد كيف هو أصلا يعني سمعنا أنه فيهم أنت السيارات كمان أكيد نحن نواب نحن خفانين أكيد باغتيالات يمكن نتعرض هذا الموضوع معي السيارة تانية متنكر أصلا متفهمين شعب البناني كله متفهم موضوعك يعني متفهمنا أنه نحن نواب هم نواب بفعل القانون حقا لكن الفمي والمرافقة واللوحة الزرقاء لا تصنع وحدها نوابا ولا حتى التمديد أيضا يصنع نوابا في مجلس الشعب المغلقة أبوابه في معظم الأحيان بطبيعة الحال فريقين الأول مدد لنفسه بنفسه والثاني زكى نفسه نائبا أما بالنسبة للشعب الذي قرر عدم الاعتراف بالطرفين فيغافل إلاق الله إذ أن الجميع هنا لا يعترف بك أصلا نوال بري قناة الجديد الفراغ يعم الدولة ويطاول المواطنين تحقيقه للزميلة ليال موسى هؤلاء الشباب يعانون الفراغ هالفراغ اللي عم بعم تمدد الفراغ في المؤسسات على أن الفراغ أو المراوحة فراغ والسلطة كل سنتين عنا فراغ بفراغ بفراغ طويل صراحة أنا على كل المستويات شو يعني؟ يعني فراغ الفراغ الذي يتحدث عنه هؤلاء السياسيون لا يمس مصالحهم لكن المؤسف أنه بات يهدد مستقبل هؤلاء الشباب نحن نجحين ملك وزارة العدل من سنة وشهرين من أيار الـ 2012 نحن أخذ مننا دفعة ككتاب وكم بيشرين والدفعة الثانية نعمل فيها مشروع مرسوم أحيل إلى مجلس الخدمة المدنية ولكن المشكلة الكبيرة أنه استئالة الحكومة ومستطبعها من إحالة الأستاذ خالد أباني على التقاعد أدى إلى تجميط حقوقنا المكتسبة نحن نحن مجموعة من النجحين بمؤسس كهراء بلبنان صدر قرار استخدامنا بمؤسس كهراء بلبنان الشغل اللي بس العرق اللي بتعييننا هي شغور مركز رئيس مجلس خدمة المدنية في مرفق عام بده يمشي وفي شعب بده يعيش ما فينا نحن نظر مطرين تشكيل الحكومة وما نبين بالمدى المنظور أنه في حكومة لح تتشكل فتبين معنا أنه نحن دولة رئيس مئاتة بيقدر يعين يكلف رئيس تفتيش المركز بالكيام بمهام رئيس مجلس خدمة المدنية لا رئيس ما يتم تعيين الأصيل حملنا هذا الحل لعرضه على رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف صعد الله الخوري كانت متما عم تتفضلي كان إذا راح رئيس مجلس خدمة المدنية كان في مرسوم بعين رئيس التفتيش المركزي وكيلا عنه رئيس ما يعين الأصيل والوكيل يتمتع بكل صلاحيات الأصيل بكل أسف هالشي الظاهر منه موجود ولذلك وقعنا في هذا الفراغ الهائل اليوم ما في حكومة تصريف الأعمال تعين رئيس مجلس لوهي بتصريف الأعمال لا بكل أسف أبداً ما بتقدر تعين لأنه ما في زرف استثنائي للضرورة الملحة أحكامها لكن الناجحين يطالبون بحقهم المكتسب ويعتبرونه ضرورة ملحة ليالبو موسى قناة الجديد سلسلة مواقف للنواب محمد رعد علي حسن خليل وطلال إرسلان وأخبار أخرى في هذا التقرير أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الجميع يقروا بأن حزب الله مكون أساسي للشعب اللبناني وأن الحزب مع حلفائه وأصدقائه سيشارك في الحكومة المقبلة الحكومة التي ستتشكل في لبنان لن تبصر النور إلا إذا كنا شركاء فيها جدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الدعوة لتأليف حكومة بأوسع تمثيل سياسي بعيدا عن أي فيتوهات يفرضها البعض نحن منحازون إلى جيشنا الوطني ندعمه بكل إمكانياتنا نحن منحازون بكل جرعة وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية للتمديد لهذه القيادة أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان خلال استقباله في السرايا الإرسلانية في الشويفات وفودا جعبية إلى أنه لا يجوز الفراغ في القيادة الأمنية وخصوصا فيما يخص الجيش اللبناني أنا ضد المخاطرة بالفراغ بقيادة الجيش وبرئيسة الأركان ومن هذا المنطلق نحن كقوى السياسية معنا اعتراض قطعيا على التمديد لقئة الجيش ولرئيس الأركان طالب البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي في الدول الإقليمية والدولية التي تذكي نار الحرب في سوريا بالتحريض وبإرسال السلاح لهذا وذاك من الأفريقاء المتنازعين أيكف عن هذا العمل المشين كلام الراعي جاء في قداس احتفالي رأسه الكاردينال في كاتدرائية القديس مارمارون ضمن جولته الرعوية في مدينة زحلة أحيى اللقاء الوطني الموسع لمنطقة صيدة وجوارها الذكرى الحادية عشرة لغياب رمز المقاومة الوطنية اللبنانية مصطفى معروف سعد في مركز معروف سعد الثقافي أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد الذي دعا شباب لبنان إلى التمرد على نظام طائفي شدد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لأن الفراغ الحالي يجعل لبنان أكثر عرضة لمختلف الأخطار الداهمة أما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشيل موسى فأسف لرؤية الإنجازات التي ناضل الراحل في سبيلها في مهب التجاذبات السياسية والطائفية التي لطالما حذر منها في رمضان يكثر البثخ في المطاعم التي ترمي الكثير من الأطعماء التي تستطيع أطعام كثير من المحتاجين تقرير يضيء على مبادرة في هذا الخصوص هذا بعض مما تقدمه هذه المطاعم من إفطارات في الشهر الكريم للزبائن الكرام ما يتبقى من أطباق على هذه الموائد الفاخرة يسلك طريقه الاعتيادي إلى حاويات النفايات طيب منين عم تفطروا منين عم تجيبوا أكل منين عم تفطروا منين عم تجيبوا أكل؟ منين عم تفطر؟ إذا ما عدونا أهل السيارات منظلنا صايمين هذا الأمر ضفع ببعض الشباب للقيام بمبادرات فردية متواضعة تهدف إلى جمع ما يتركه الزبائن من أكل المطاعم وتوزيعها على من يحتاجها كل شيء من جمعه ويباكتجهم بعلب بمونة ومنقدمهم لجمعيات هني بقدمهم للعالم المحتاجين رسالة منحب ونوجهها للمطاعم إن سبيسيفك إنه هني إذا بقدمونا فائد التعامل اللي بيطلع من عندهم بيكونوا عم بيسهموا بشكل كبير بالمونة اللي نحن عم نقدمها للناس المحتاجين لم يكن صاحب هذا المطعم ككثير من أصحاب المطاعم على علم بوجود مبادرات مماثلة وهو حينما علم أبدى استعداده التام للتعاون مع هذه المبادرات بس فيه جمعيات عادة مش دايما بيقوات معينة بيجوا برمضان أو بغير رمضان إذا فيه حركة شغلة منيحة منفرز لهم الأبضاع اللي بتتجع بتتعبى بعلاب وبيجوا بيأخذوها ثلاثة عشر مطعما يتعاونون مع هذه الجمعية والتي لم تعد يتيمة بعد ظهور مبادرات أخرى في مناطق لبنانية عدة في هذا المكان كما في غيره أناس لا يجدون ما يصد رمقهم بعد ساعات الصيام الطويلة في رمضان والمبادرة التي طرحناها في هذا التقرير نضعها في عهدة أصحاب المطاعم على فضلاتهم تسد رمق الفضلاء في هذا الشهر الفضيل ناصر بلوت قناة الجديد رمضان بيوحدنا رمضان بيجمعنا مهرجان على الكورنيش البحري تحت عنوان رمضان بيوحدنا رمضان بيجمعنا أقيم مهرجان على الكورنيش البحري قبلة ثانوية المقاصد بدعوة من شباب وصبايا المجتمع الأهلي في صيدة فنجح منظمو المهرجان في التأكيد أن صيدة مدينة التلاقي بين أبنائها وأبناء محيطها الشاملي والجنوبي والشرقي نحن جعب صيدة طول عمره معودين على الفرح وطول عمرنا برمضان أحلى مدخل منكم بالزينة هالسنة ما في زينة ولا شي فقررنا نعمل حركة ترجع تنشط أهل صيدة والكورنيش البحري يعني حتى إذا بتسأل الآن العالم اللي بتشغل على هاوي ما بتلاقي أحد عم يقعد صيدة إلى فترة زعلينة وحزينة ونحن صيدة طول عمره ولا مرة ما احتفلت برمضان إلا وقت الاجتياح وهلأ ما لازم نقفره لازم دلع طول في جو احتفالات بالمدينة وتضمن المهرجان عروضاً تراثية وفولوكلورية ولوحة إيمانية لفرقة صوفية وفرق السيف والترس وبرنامجاً منوعاً وأعمالاً مسرحية ومعرض صور عن مدينة صيدة كما قدم الشاب محمد العوجي أغنية بعنوان صيدة يا أم الكل عشقني إسلام ومسيحي والأطرابك عشقني يا صيدة الله حميكي يجم كل الحائدين مأساة عائلة أقعدها المرض والفقر وزادت اشتباكات التعمير الأخيرة همها لم تعتد جميل عجيل زيتوني أن تزعج الناس بالحمل الملقى على كاهلها منذ خمسة وأربعين عاماً بصمت ومن دون تدمر تهتم بأولادها الثلاثة ذوي الاحتياجات الخاصة هي البالغة خمسة وثمانين عاماً وهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين خمسة وأربعين وخمسين لا معيل في المنزل يرد الجوع والعوزة عن العائلة فالوالد متوفى وظروف الأبناء لا تسمح لهم بالعمل وفي غياب الرعاية الرسمية لم يبقى لجميل سوى المحسنين الذين تصدقوا عليها بهذا المنزل المتواضع في منطقة التعمير في صيدة أجل كثير يحطوا مقبلة وصينا قبل ما يموت يقول لي إش كان بتحطيهم الله ما يستمسي هيا أنا وجيهم دن راسع راسهم نبنام أنا وجيهم بقوا أنا وجيهم باكل أنا وجيهم الحمد لله لزي رب العالمين وكأن المرضى والفقر لا يكفيانها فإن عائلة جميلة تجد نفسها هدفا للنيران كلما اشتعلت في التعمير وكان الاشتباك الأخير قد ألحق أضرارا بالغة بالمنزل أسفرت الانتخابات البرلمانية في الكويت عن خسارة الأقلية الشيعية أكثر من نصف المقاعد التي كانوا يشغلونها في مجلس الأمة السابق مقابل مكاسب طفيفة للبراليين ومرشحين قبليين وتعزيز الإسلاميين لموقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في المجلس السابق وبلغت نسبة الاقتراع في ثاني انتخابات تجري في الكويت خلال ثمانية أشهر اثنين وخمسين في المائة من إجمالي عدد الذين يحق لهم الانتخاب علما أنه يحضر إنشاء أحزاب سياسية في الكويت ويقود المرشحون الانتخابات أفرادا منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وفي الشغرافية السياسية لمجلس الأمة الحالي أظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها الصوتات القضائية حصول المرشحين الشيعة على ثمانية مقاعد فقط بالبرلمان المكون من خمسين مقعدا وكان الشيعة يحزون على سبعة عشر مقعدا في مجلس الأمة السابق الذي حلته المحكمة الدستورية أصدر الأمير خالد بن فرحان بن عبد العزيز بن سعود الفرحان آل سعود بيانا أعلن فيه انشقاقه عن العائلة الحاكمة في السعودية ودعمه للثيارات الإصلاحية ودع الأمير خالد الأمراء الصامتين الذين يوافقونه الرأي إلى الإعلان عن موقفهم والتوقف عن السكوت والسلبية والاستعداد لتحمل التبعات إرضاء لله والوطن وأشر الأمير المنشق إلى تجربته الشخصية والعائلية المريرة جدا مع من بيدهم السلطة في السعودية قائلا إن هذه التجربة جعلتني أتذوق طعم الظلم وأحس بما يحس به الكثير من إخوتي من أبناء الشعب وأن أكون واحدا منهم وقادتني إلى مجموعة من الاستنتاجات أرى من واجب الإعلان عنها بيانا للحقيقة مشيرا إلى أن السلطة في المملكة لا تلتزم بشرع الله ولا حتى بالنظام الوضعي وسياستهم وقراراتهم وتصرفاتهم تحكمها إرادتهم وأهواءهم الشخصية فقط وكل ما يصدره النظام من اعتبار مزعوم للشرع والنظام إنما يدار بطريقة شكلية ليعطي انطباعا كاذبا بالالتزام بالشرع كان في النشر إسرائيل تتلاعب بصفقة الأسرى على أبواب المفاوضات وإن شاء الله بيفرج عليهم كلهيتهم بعد الحسم في الخالدية معركة استيعاب تجابه بالرصاص من غزة بعد إغلاق الأنفاق عاد القطاع لحصاره ولا يتم تهريب أي مقاتلين ولا أسلحة في الخاص نواب التزكية عاشوها للماتس نحن خزانين أكيد باغتيالات وفي النشرة تابعتم لأعمل في ظل الفراخ في مرفق عام بده يمشي وفي شعب بده يعيش نشكر لكم حسنا المتابعة ونعود نلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند الحاديات عشرة والنصف فإلى اللقاء اشتركوا في القناة